السلام عليكم في فيديو سنرى بعض أفكار بسيطة وسهلة جدا لعادة تدوير أول فكرة نستخدم فيها لمبة محروقة بدأت كده أفصل الجزء البلاستيك عن الدوية أو الجزء اللي بيكون فيه السلوك بتاعت اللمبة بدأت كده الجزء البلاستيك وهستخدم هنا الفوم البني وهبطيدي ان انا اخد شريطة من الفوم بسبتها على الطرف بتاع الجزء البلاستيك من فوق وبعد كده هقص جزء صغير من الفوم برضو الفوم البني هو اللي هستخدمه النهاردة وهبطيدي ان انا اعمل شكل رول كده عشان نعمل رجول بتاعت الخروف ثبتت كده الطرف بنقطة شم بدأت أليفه وبعدو ناحية التانية او الجنب التاني بدأت ان انا أثبت هنا الطرف بتاع الفوم وبعد كده عملت أربعة بنفس المقاس وبعدو نفس الخطوات هبطيدي بقى أثبتهم على الضح بتاع الجزء البلاستيك بتاع اللمبة عشان يبقى عندي الشكل بتاع جسم الخروف او رجلين تبقى وقف عندي كده هستخدم بعد كده الفوم اللي هو البيش وبعد كدا هبتيت ان انا استخدم اي حاجة مدورة هنا استخدمه بقرة السلوتيب او بقرة السلوتيب هبتيت ان انا احدد الطرفين وهذه اللودان بتاعة الخروف وهبطي ده كل ده انا Yukon الظهر بتاع 그러ائق الفوم الالوان اللي نستخدمت تعلى عمل الخروف استخدم هنا اللون البني واستخدمته جوز الصغير خالص من اللون البيشiy spectrum ونعمل الوش الخروف وستخدمي الفوم الأسود وستخدمي الفوم الأبيض طبعاً هذه أكثر ألوان لديها للعمل الخروف العيد فستخدمي أول ألوان الثانية سأخذ جزء صغير من الفوم البني وسأقص الفروع الخروف وثبتها بالشكل على الرسم الفوق بكمية شامعة جونك وستخدم ألم البرد الأسود وسألسم شكل العيون الخروف ومنخير والبق طبعاً أنت ممكن تستخدمي العيون البلاستيك التي تكون موجودة في المكتبات ولكن حبيت أبسط معكم الأمور وما تبقى مكلفة سأستخدم الألم الألوان الأسود أو ألم البعد سأبتدي بعد ذلك أن أضع كمية شامعة على الوش الخروف وسأثبتها بالشكل هذا في الجزء البلاستيك بتاع اللم سأستخدم بعد ذلك أعود من أعواد الشيش وبعد ذلك سأغليفه بجزء صغير من الفوم أي لون كل الأجزاء التي استخدمتها بواقي فوم لا تصعب على نفسك كما اتفقنا أنت ممكن تستخدمي الألوان اللي هي الأسود وممكن كمان تستخدمي معاها الون الأرض بدأت أن أقص بوافدهم من بواقي الفوم هنا شكل بالالين وطريقتها سهلة جداً هي دايرة وبدأت أن أعمل شكل زاوية تحت لتدي معايا شكل البالون وهبتدي أن أوزعهم بالشكل هذا بنقطة شامعة وسيدة بدأت أن أثبتها وأضع كمية شامعة على الوش أو الجزء اللي هو موجود من تحت وبعد ذلك سأثبت الجزء هذا البلاستيك سيكون دا شكلها النهائي هنستخدمها بالشكل دا كده كعلبة للشوكولات والبنبوني للأطفال فكريتها حلوة جداً كمان ممكن ننسي فيها بلالين وتحطي كمان العديات للأولاد فكريتها سهلة وكمان غير مكلفة نهائي وهو كمان هي ثابتة يعني تقيلة وتتحمل لو حطتي فيها كمية كبيرة من الشوكولات والفكرة الثانية كمان هنستخدم فيها حاجات بسيطة أول حاجة هستخدم هنا علبة بلاستيك علبة ايس كريم ممكن تستخدمها بعلبة زبادي اي كوباية عندك بلاستيك خلي بسيطة البلاستيك نستخدم العلبة دي مع بعض هنستخدم كمان القطن سعر الكيز بتاع القطن مش غيري خالص ممكن تكبيه لو حابة تستخدمي قطن ممكن تستخدمي الفايبر هبتدي كده اخذ أجزاء من القطن و هبتدي اعملها على شكل دوية و راح خالص وانعمل منه كمية مش هيخد معاك دقيق ممكن تعملي أشكال كتير من خروف العيد بطريقة سهلة هقولكو على أفقار كتيرة بس النهاردة هيبقى فكرتين بس و ان شاء الله هنزللكو أفقار تانية مختلفة و كلها خامات موجودة في البيت هبتدي دلوقتي احط كمية شمع كده على العلبة مشتنه هوا تقيل ها سيستحمل معاك الشمع حتى احضروا بلاستيك تكون تقيل و هبتدي احط كمية شمع كده و بعد كده هبتدي احط الدوية اللي انا عملتها من القطن جنب بعضها هسبتهم كده كلهم جنب بعض وهبتدي ان انا املأ العلبة كلها هكملها بقى كلها بنفس الطريقة المهم ان احنا مش هنخلي اي لون من اللون بتاع العلبة نفسه يكون باي بغلبها كلها بنفس الطريقة حتى الجزء اللي عندي من فوق اللون عند الغطة فبعد اضع اجزاء صغيرة من القطن لكن قبل افلت الغطاء لان العلبة هستخدمه هكمل فقط الأول اجزاء اللي في العلبة وبعد ذلك سأخذ اجزاء صغيرة من القطن و اضعها على الحفل العلبة من فوق كما اتفقنا سنبعد عن الجزء الذي نقفل عنه الغطاء و باستخدم الغطاء العلبة و هبتدي ان اضع كمية شمعي فوق عند الغطاء وهبتدي ان انا احط بردو من الكوار اللي انا عملتها من القطن هغلف بقى الجزء ده كله كده بالكوار من القطن تمام وهخلي بردو عند الجزء اللي من فوق الجزء اللي من الجنب ده مش هجي جنبه هسيبه دي ما هو شكله شفاف وابيض فمش مشكلة مش هيبان معين يبقى انا بحط بس القطنة عند الجزء اللي من جوه بتاع الغطن غطيت كده كل اللون اللي كان موجوده بين عندي في العلبة وكمان في الغطن اتأكد بقى ان العلبة بتقفل معي وابتقفل معي كويس جدا تمام هبتدي بعد كده ان انا استخدم الفوم ممكن استخدمي الفوم الجليتر او الفوم العادي استخدمي برضو الفوم اللي هو ضهر ومفروش لازم هنستخدم بواقي فوم لو انت عندك تقدر تستغليه هنستخدم هنا الفوم الاسود هنبتدي نرسم الوز بتاع الخروف على ضهر الفوم هبتدي كده اعمل شكل الوش بتاع الخروف بشكل بيضار شوية يعني بدوران كده نازل لتحت شوية وهبتدي اعمل الوزين بتاع الخروف ففرها معاكم طبعا دي طريقة بسيطة جدا للناس اللي هي بتعرف ترسم او ايديها شغالة في الرسم عادي الناس اللي مش بتعرف ترسم هنجيب اي غطاء غطاء بتاع بورتمون او جيركن وهبتدي اعمل نص دايرة تمام كده وده طبعا على الظهر بتاع الفوم وهنزل لتحت شوية وهبتدي اعمل نص دايرة تاني بس هخلي الجزء اللي في النص دا مش هرسمه وهبتدي اعمل شكل كده شكل البيضاء يعني شكل البيضاء كده لتحت لحد ما يزلق معايا الوش بتاع الخروف وهيبتدي يبقى جاهزة عندنا بمنتهى السهولة وهبتدي بقى لنا نقصه يعني اللي صعب عليك ان انت تعملي وش الخروف بسهولة تقدر تستخدمي الطريقة دي هبتدي استخدم بعد كده الفوم الابيض وهيجيب كمان الغطاء بتاع اي قطر عندك يكون شكلها صغير هناخد الغطاء بتاعها هبتدي اقلب الغطاء على الناحية التانية عايزة اعمل العينين فهناخد دايرة كده بشكل بسيط طبعا الكلام ده كله للناس اللي هي ملايش في راس ما بيطلعش معها مزبوط هنعمل عيون بسيطة كده للوش بتاع الخروف وكمان هعمل دايريتين صغيرين من الفوم الاسود وهسبتهم في نص عين الخروف هنستخدم برضو الفوم الابيض وهنبتدي نعمل الفرغة بتاع الخروف طريقة بسيطة خالص انا يدوب مسكة الورقة على الظهر هبتدي اعمل شكل ازجا pilgrimageو هوفرغه بعد ذكده هنبتدي ان انا اثبته فوق الراس بتاع الخروف طبعا دي كلها خطاءات بسيطة وبطبعا كلها مocrكات يعني بسيطة جدا اللي احنا استخدمناها من الفوم علي بيتدي دلوقتي ان احنا نسبت راس الخروف على الغطاء ممكن تثبتيها على الغطاء بالشكل اللي احنا شفناه مع بعد دلوقتي بس انا هبتدي ان انا أثبتها على الجنب بتاع العلبة بالشكل ده اضع كمية شمعي عند الجزء الخرقمان الظهر لكي يزبط معي كويس تمام بالشكل كده هنقدر ان احنا نعمل فكرة بسيطة لتقديم الحلويات وده طبعا للولاد الصغيرين هيفرحوا بيها جدا كل اللي استخدمناه هو علبة بلاستيك وكمان استخدمناه بواقفهم او فهم حاجة بسيطة جدا والاستخدمناه هو القطن زي ما اتفقنا ممكن تستبليه لو عندك الفايبر تقدر تستخدميه فكرة بسيطة وسهلة جدا شكله حلوى قوي وكمان تقدر يتطبقي نفس الفكرة دي على علبة اكبر من كده وتستخدميها كمان بتقديم الحلويات للضيوف بطريقة سهلة جدا وكمان غير مكلفة الفكرة الثانية هستخدم فيها مشابك خشب هنستخدم اربع مشابك هيكونوا بنفس المقاس وكمان بنفس الحجم يعني كلهم نفس الشكل وهرشوهم هنا باللون الاسود هستخدم كمان علبة ايس كريم زي ما اتفقنا ممكن تستخدمي اي علبة بلاستيك بس هنستخدم علبة بلاستيك يكون البلاستيك بتاعها تقيل شوية يعني ما يسحش من الشم هبتدي بقى استخدم هنا المشابك بعد ما رشيته متأكد انهم ما نشفوا كويس هبتدي ان انا اسبتهم جوه العلبة بالشكل ده كده من فوق هقلبها بقى على الناحية التانية يعني هوقف المشابك بالطريقة دي وهبتدي احط كمية شم على العلبة وهستخدم بردو القطن عملت بردو كور او دوير من القطن اخدت جزء صغير في جزء صغير وبدأت ان انا اكورهم وهبتدي بقى ان انا اغلف كل العلبة والمشابك كمان اخليها لتحت شوية على الطرف بتاع العلبة مش هجيب عندها خالص قطن وكمان مش هجيب عليها اي شم عشان اقدر ان انا اتحكم فيها في ان هي تبقى مزبوطة هكمل بقى العلبة كلها بنفس الطريقة هغلف اوغطي كل اللي موجود عندي مباين من العلبة البلاستيك الطريقة سهلة جدا وكمان بسيطة حتى الولاد ممكن هم يعملوها بأيديك الجزء اللي فوق بتاع العلبة هبتدي بردو ان انا احط عليه كمية شمع كده تكون كويسة ولو عندك العلبة يعني نزلت تحت شوية زي العلبة دي كده هي دخل الجو شوية من تحت فهبتدي ان انا احط كمية شمع بردو وهحط عليها القطن عادي جدا الدوير اللي احنا عملناها وهحط واحدة كمان فوق منها عشان تبقى عليها هبتدي احط كده قطن و هبتدي احط واحدة كمان فوق منها بعد ما هحط ان قط تشمع نفس الطريقة اللي عملنا بها الوش بتاع الخروف هبتدي بردو ان انا اعملها ممكن تعملي راس واحدة وتبدأ ان انتي تطبقيها على اكتر من بزء من الفوم لو انت هتعملي بقى اكتر من علب هبتدي بردو اعمل نفس الطريقة كده وهكمل نفس الوش بتاع الخروف بنفس الطريقة والتفاصيل تقدر يتغيري في الخطوات اللي أنا عملتها لو أنت حابة أو حاولي أن تسهلي على نفسك أنا حاولت أن أسهل عليكم على قد ما أقدر أن نرسم رغز الخروف تبقى مزبوطة وكمان العينين بطريقة بسيطة وكمان ما تاخدش معنا وقت كده يبقى الوش بتاع الخروف جاهز معنا وكمان الجسم بتاع الخروف هبتدي بقى أن أثبت الوش مع الجسم وخليها في النص بتاع المشباكين اللي قدام خليها برضو من فوق عشان يبقى شكل الخروف معنا مزبوط نفس الفكرة تقدر تستخدمي علب الجبنة بلاستيك أو أي علبة تكون كبيرة شوية ونفس الضغران وتعملي فيها نفس الخطوات بس هنخلي الوش أكبر شوية عشان يبقى شكل الخروف باين معنا أوضح المشابكة تنفع معاكي مش هيبقى فيها أي مشكلة مشابكة دي بتبقى كمان كبيرة وبكده تكون خلصت أفكار النهاردة وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وكمان اكتبوا لي رأيكم في تعليقات كل سنة ومطيبين إن شاء الله على قد مقدر يحاول عملكوا أفكار تانية تكون مختلفة وبرضو تكون بسيطة عشان نقدر نحن نفذها بمنتهى سهولة وحتى أولادنا إضافي مش هيكونا فيها السلام عليكم